مزيد من التفاصيل في التقرير التالي الذي تعرض فيه مراسلون خلال تصويره للتعنيف وتهشيم المعدات من قبل انصار الداعية المصري انتم علش يارفين اللفتات هذه نحن نمثلين زود جمعيات في مهدية من جمعية الفكر الوطني الحر نرفض استقبال الذي يضيف الاستدعوه بعض الاطراف في المهدية واللي هما يمثلوش مهدية الكل واللي هما يمثلش الليفتر مع القيناة هما اهالي المهدية ترحب تونس زولة مراه اسلامية اسلام واحد مذهب واحد ما لها معناش الاختلاف هذا المفروض اللي نتفقوا وهذا فمتلاح نوجه كلمة للاولياء متحم باش يواعيوهم باش يفهموهم راه وراه و احنا مسلمين هراه و احنا نتمشاوا مع التمدن بقنا الاسلام واحد والاسلام لابد منه راهنا مسلمين معنا و المشيين الاسلام هذاك ضروري لابد منه تونسي قاعد يموت عند راهم و احنا نخسره في الفلوس و نجيبه في الناس باش يعلمونا الدين بتاعنا و احنا الدين بتاعنا باهي احسن ديننا باهي راهوا في تونس معنا حتى مشكلة مع الدين كلنا مسلمين و كلنا نشاهدوا علاش باش نبالصيفة هذي باش نفرقوا ما بين التونسي والتونسي علاش هذي مناه هذي مناه بعبرلك على راي هذي حوالي مناه تخليك علنا صلوق و علنا موقف الموقف من السايع احنايا اشتركوا في القناة 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 السكان فاكر اه اه اللي قرروه في مؤتمر السكان لازم يتنفذ بس واحدة واحدة ما هما ماشيين على المسال الانجليزي يعني واحدة واحدة لكن ايه اكيد اه حيتنفذ حيتنفذ وقبلك انما الراجل اه فيه ختال اللي بيحب سيدنا النبي قص ده افره